من هذا القطاع هنتقل مع حضراتكم لموضوع آخر بالغ الأهمية تلحية فيديو شفته على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت أبحث وراه عايزة أفهم إيه اللي بيحصل لأنه مواقع التواصل الاجتماعي على قد ما فيها إيجابيات على قد ما ساعت لها سلبيات سلبيات زي الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه ده إنه الشباب بدأوا ينقلوا من بعض ويعني ملعون التطبيق اللي اسمه تيك توك ده بيحصل منه مصائب مهم فتحدي ورد تاني بيتعمل منها حاجات بتبقى شديدة الخطورة شديدة الخطورة هبدأ مع حضراتكم بالأقل خطورة لعبة كده الناس برضو بدأت تعملها مع بعض في المدارس ما انتشرتش بشكل كبير زي اللعبة التانية ولكن برضو شكل خطورة لو شفناها في الفيديو التالي فكليم زمان قام المدرسة واحد مننا كان سعيد بيلعب مع صحابه إنه واحد بيحط يده على الأرض كده ويقف وبعدين حد بيقفز من الأعلى مش دي يا جماعة لا مش الفيديو ده أنا إلا حضراتكم بالترتيب بعد إذنكم الفيديو التاني اللي بيقفزه من فوق ظهر بعض هو ده خلاص ده للطبيعي اللي مش طبيعي بقى إنهما بيعبنوا مقلب في بعض إنه تاني واحد هوب يقوم نازل فده يقع لما يقع بقى يتخبط فين في وشه من أخيله تكتسر رأسه تضرب في الأرض بعد الشر يعني فخلي بالحضراتكم ده من الحاجات الخطرة بعض البنات وبعض الشباب بس الفيديوهات اللي لقيتها كانت أكتر للبنات اخترعوا برضو مقلب تاني ما بينهم وبين بعض تشيل البنت من دول الكفية بتاعتها وتقوم رايحة عند واحدة صحابته هاي مش واخدة بالها ترمي الكفية قدامها وتسحب طيب اللي ما تلحقش تسند بأيديها هيحصل إيه اللي ركبها ببوز اللي وشها هيخبط في الأرض برضو ممكن ما نخيرها هتكسر هشوفوا ده هتهابت هاي أنا معرفش بصراحة يعني اللي افتكسات اللي بيفتكسوها البعض دي اللي هو بيشلفطه بعض كل ده كوم بقى والكارسة اللي جاي دي كوم تاني خالص حتى من اسمها تشالنج او تحدي كما يطلق عليه طلع منين من احدى المدارس في فينزويلا في امريكا الجنوبية وبدأ ينتشر وصل الى اوروبا وللأسف الشديد بسبب موضوع تطبيق تيك توك وكل اللي عايزين يعملوا الحاجات دي عشان الله الناس تتفرجوا فيوز اكتر والكلام الفارغ بتاعهم ده فوصل عندنا بدأت الناس تعملوا اسمه ايه بقى الملعون ده التحدي ده من اسمه تعرف ان هو لعنة سكال بريكر يعني دجدش الجمجمة لو ترجمتها كده بالبلد يعني ايه التحدي ده اتنين يروحوا يعملوا مقلب في واحد صاحبهم النط نط زينا اول ما ينط في الهواء زي ما انتوا شايفين ومو ايه قلبينوا كده كارسة ده ايه كارسة ده انه حصل في الدول اللي الشباب فيها بدأوا ينقلوا التحدي ده حصل حالات وفاة حالات ارتجاج في المخ غير بقى الاقل يعني الحاجات الاقل انه مثلا واحدة مرخلها كسرت واحد دراعه كسر واحدة حصلها كسر في الحوض والتحذيرات بدأت تخرج لدرجة انه في ايطاليا او اسبانيا مش فاكر ايطاليا او اسبانيا اعتقد في ايطاليا بدأت التحذيرات تخرج من هيئة الشرطة على صفحتها على مواقع التوصل الاجتماعي انه خلي بالكم من ابنائكم بيلعبوا لعب التازى في المدارس وبيعملوا مقالب في بعض المقلب هو التالي خلي بالكم عشان ده بيؤدي الى كوارث حتى الصحف بدأت تكتب عن ده صحيفة The Sun مثلا اشارت الى حالات اصابة حصلت وبيتكلموا عن تحذير تحذير للشباب من موضوع التحدي السكالبريكر دوة اللي على تيك توك خلاص غير The Sun صحف تانية كتبت الحقيقة The Daily Dot حتى الصورة بتقول لحضراتكم انه في حد قصيب يعني وممكن يحصل عمى لا قدر الله ممكن يحصل شلل ممكن يحصل ترجاك في المخ ممكن يحصل نزيف داخلي كرسة كرسة بكل المقاييس دي اسرة هي بتحكي على ابنهم اللي اتصاب او بنتهم اللي اتصابت بسبب المقلب اللي اتعمل فيها الصحف دي بقى كتبة عن حالات الاصابة اللي حصلت حالات الاصابة عارفين حضراتكم ان الموضوع ده قد يؤدي الى الوفاة فراجوا حضراتكم على الفيديو الاخير وهنا يعني اصحاب القلوب الضعيفة هو مش هيبان منه حاجة اوي الا هيبان انه واحد قطع مياه ونوره وكهرباء واكسجين وكل حاجة الفيديو الاخير يا جماعة بقى اذن حضراتكم يهو قرروا يعملوا في المقلب نط زي ما احنا هنط كده تعرف اه هعرف هب اه بس خلاص هم بقى الاتنين دول بيتعاملوا معامش مجمعين هو حصل ايه مش مسدقين انه ده ممكن يكون حصل متحركش نكتفي بعض القدر من الفيديو يا جماعة بقى اذن حضراتكم طيب خطورة ده ايه لازم نروح للمتخصصين خلاص يا جماعة الفيديو بلاش نكتفي تمام ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور احمد كامل استاذ المخ والاعصاب بكلية الطب جماعة القاهرة دكتور احمد مساء الخير مساء الخير يا فندم ازاي حررتك برحة بحرك معنا يا فندم اه يعني ورد الى علمي ان حضرتك تبعت بالفعل هذا التحدي الملعون وبالتالي عايز اسأل حضرتك على تأثيراته ايه والله يا فندم هو من اخطر الحاجات يعني الواحد يعني لما يفقد اتزانه وهو مش قصد ممكن يقع ممكن يصاب لكن ان حد يعمل حد في كده اعتقد ان دي جريمة ولو حصل له اي اصابة ممكن الشخص اللي يعمل كده يجازة بتهمة القتل الفتأ لانه ممكن يموت او احداث عاية مستذيمة لانه ممكن يتشل بسبب واقعة زي دهية واعتقد لو حررتك تتذكر في 2015 كان فيه عندنا ماتش من الكونجو والزمالك وفريق من الكونجو والزمالك والعيب وقع على ظهره كده وحصل له الكسر في الفترات العنقية نعم وشلال رباعي في الملعب يعني كان قصة شهيرة جدا سعيدة صحيح صحيح طيب هنا احنا بنتكلم على تأثيرين ممكن يحصلوا اما على الدماغ او العمود الفقري الزبط يا فنس طيب ممكن انه فنك يا مخ وعصاب لكن بقيت الجسم زي ما انت قلت ممكن ايضه تتكسر ممكن رجله تتكسر على حسن مظبوط طيب تأثير ده على الجمجمة ايه يعني ممكن يؤدي الى كسر ممكن يؤدي الى نزيف داخلي ارتجاج ايه نوعيات الاصباط اصابات المخ ممكنة كل اصابات المخ والجمجمة ممكنة من اول شرف في جمجمة كسر في جمجمة نزيف في المخ اصابات وكدمات في المخ كل ده ممكن يعني تمام غايبوبة وارتجاج وتشنجات كل ده ممكن يعني طيب تفسير حضرتك احنا فيه من الفيديوهات اللي عرضناها لشاب بتعمل فيه المقلب الملعون ده ما امش ده واقع حصلت اصابة ممكن تكون وصلت لجزع المخ اما جاله شال الرباعي ممكن يكون داخل في غايبوبة وممكن الجزع المخ يؤدي الى وفاة في الحال ممكن يؤدي الى وفاة في الحال بهذه الوقعة دي بالوقعة دي لان اساسا كسر الفقرات العنقية اللي يضغط على جزع المخ ده ده الطريقة للشان ما وديها الناس انه بيحصل كسر في الفقرات العنقية وقاطع في جزع المخ فمراكز التنفس بتوقف والانسان بيوموت في ثانياته ربنا يستر رب على كل الشباب والشابات بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد كامل الاستاذ المخ والاحصاب بكلية الطب جامعة القاهرة ارجوكم اولياء الامور لازم تحضروا ابنائكم اولا لا يعملوا المقلب في حد ويخلي بالهم عشان ما يتعملش فيهم المقلب الملعون ده ثانيا ارجوكم فرجوهم على الفيديوهات دي فرجوهم على الفيديوهات دي عشان يعرفوا ده مش بس مناجدة بالاولياء الامور ده مناجدة المدارس كمان والاسد في كل المدارس لازم ياخدوا بالهم لو حد فكر انه يعمل اللعبة الملعونة دي واعوا ابنائكم وبناتكم فهموهم انه المقلب اللي فاكرينه ظريف ولطيف وهيجيب مشاهدات على ده جريمة ممكن تقتل واحد باللعبة الملعونة دي فارجوكم وجبة التحذير والتنويه ويمكن حضراتكم شفتوا الفيديو الاخير وقد ايه قاسي من تبعات هذه اللعبة الملعونة ما بيجيب لناش ساعات المواقع التوصل دي بيجيب لنا الهم بصراحة بيجيب لنا الهم بالحاجات اللي بتنتشر دي والشباب ما بيفكرش ويقولك الله ويبقوا منتظرين انه يعمل مشاهدات كتير يعني الواحد كان بيغزر مع صحابه زمان مش درجة العبط ده بصراحة مش درجة الجريمة دي